هذا وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة لاستضاف القمة العربية الثانية والثلاثين من خلال عقد اجتماعات تحضيرية عدة قبل موعد انطلاق القمة يوم الجمعة القادم تحضيرات ماراثونية شهدتها مدينة جدة قبل انطلاق القمة العربية كان من ابرزها عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تحضيريا تسلمت السعودية خلاله رئاسة القمة رسميا من الجزائر القمة التي جاءت في دورتها العادية الثانية والثلاثين الا انها استثنائية لكونها تأتي في ظروف تحتم على دول المنطقة الكثير من التحديات وهو ما اكده وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية اصحاب السوء المعالي يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا امامهم افترق طرق تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد للتعزيز العمل العربي المشترك من اجل مواجهتها قبل ايام من اجتماع وزراء الخارجية كان هناك اجتماع تحضيري اخر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تلتها الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندبين الدائمين وكبار المسؤولين وتناولت هذه الاجتماعات ملفات وقضايا اقتصادية وسياسية تهدف الى رفع مستوى التعاون والتكامل ودعم مسيرة العمل العربي المشترك والنهوض بالتنمية في الدول العربية وفي هذه الاوينة تتجه البوصلة الى المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة جدة حيث يجتمع القادة العرب يوم الجمعة للخروج بتوصيات هامة تعزز من الاستقرار والامن والازدهار للمنطقة اضافة الى توحيد الرؤى حول كافة التحديات لتكون نقطة تحول جديدة انطلقت من ارض كثفت جهودها لاستضافة الدول العربية على طاولة واحدة ترجمة نانسي قنقر